نروح لأخبارنا هنبتدي بالخبر الأول وهو منتخب مصر لكرة اليد اللي بيستعد لبطولة أفريقيا ولها تقاوم على أرض مصر في الصالة رقم واحد باستاد القاهرة في الفترة من 17 ل 27 ديسمبر أكيد طبعا تم اختيارها دي الفترة عشان تبقى فترة مناسبة عشان تبقى بالتوازي مع منتخب مصر لكرة القدم المبارات هتقاوم إن شاء الله على صالة كبيرة صالة رقم واحد في استاد القاهرة بعد طبعا متى جهزت وتم يعني صيانتها بشكل جيد عشان تستضيف البطولة منتخب مصر ضم سوداسي أهلاوي طبعا المدير الفني يعني مدير فني المنتخب الأسباني استقر على السوداسي الأهلاوي وكده يكون الستة اللي شاركوا فيه الدوري الزهبي في أوروبا هم اللي شاركوا ما استبعدش منهم حد منهم أبراهيم المصري عبد الرحمن فيصر أحمد عدل محصر رمضان أحمد شام سيسا وأحمد خيري ده السوداسي اللي شارك فيه الدوري الزهبي واللي اتلعب منذ أيام في الدنيمارك وحقق فيه المركز الثاني منتخب مصر يعني بعد اخسارة منتخب الدنيمارك طيب من مدير الفني مسترخوان كارلوس باستير المدير الفني الأسباني لمنتخب مصر ده أول تجربة وأول اختبار للمدير الفني من مجموعتنا مجموعتنا غينيا الكاميرون الكونجو برازافيل عايز أقول لكم أنه مش البطولة طبعا مش هتبقى الفينال هو الأقوى ولكن بعد حساباتنا وبعد ما عملنا تبادلنا وتوافقنا لأن منتخب مصر يقابل منتخب تونس في قبل النهائي أقوى فرقتين موجودين في البطولة يبقى النهائي هيكون مبكر شوية في قبل النهائي تفرقش حاجة أنت عايز تكسب بطولة يبقى لازم محتاج تكسب كل الفرق اللي هتقابلها سواء في قبل النهائي في الثمانية في النهائي لازم تكسب إن شاء الله وطبعا البطولة اللي هيفوز بهذه البطولة أكيد هيبقى حدث كويس ومنتخبنا وحامل لقب البطولتين الأخرتين في هذه البطولة بعد الفوز على تونس في نسخة 2020 والرأس الأخضر في النسخة الأخيرة اللي تلعبت في الصيف 2022 بالقاهرة نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر ويتأهل بناء على هذه البطولة إلى كأس العالم أو بطولة العالم لكرة اليد اللي بتتعامل كل سنتين وده يمكن كل التحدي دولي بيعمل اللي شايفه يعني البسكت عنده كل أربع سنوات كأس العالم ولكن في كرة اليد بيعمل كل سنتين بطولة عالم وكأس العالم بيكون كل أربع سنوات ده فكر الاتحاد الدولي طبعا ومش بحتاج أفكر حضراتكم أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد هو الدكتور حسن مصطفى